مرحباً في ألمانيا ينعم الجميع بالحصول على التعليم المجاني ولا تجبى الرسوم المدرسية أو رسوم الفصول الدراسية لصالح مؤسسات الدولة لكن الطالب الذي لا يمكن أن تدعمه عائلته في الحياة اليومية له الحق في الحصول على الدعم المالي ضمن إطار القانون الاتحادي لتشجيع التعليم والذي في أغلب الأحيان يطلق عليه اختصاراً بافوك في العادة للمواطنين الألمان ومواطنين الاتحاد الأوروبي والأشخاص المعترف بهم كلاجئين يُعطى قرض بافوك يمكن للطلاب الجامعة الحصول على حوالي 750 يورو شهرياً كمنحة بافوك بالإضافة إلى هذه المنحة يسمح لكل طالب أن يكسب مبلغ 450 يورو شهرياً كحد أقصى إن هذا الدعم المالي محكوم بقواعد صارمة لذلك توجب على الطالب إبراز درجاته بشكل منتظم وتقديم بياناته المصرفية ويجب تقديم معلومات مفصلة عن المدخول المالي للأبوين أو الزوج إضافة إلى ذلك فهناك ضوابط معينة تخص حدود العمر لطالب المنحة بالمناسبة إن نصف الأموال التي يحصل عليها الطالب كدعم للدراسة هي هدية من الدولة الألمانية يتوجب على الطالب دفع النصف الآخر من المال بغض النظر فيما إذا أنهى دراسته بنجاح أو بالفشل نصيحتنا لكم يعد مكتب شؤون الطلاب جهة الاتصال المناسبة لجميع المعلومات يرجى الذهاب إلى هناك فيما يخص جميع التساؤلات حول منحة باظوك وطرح جميع الأسئلة حول الموضوع اشتركوا في القناة